احنا بس اذكر معاكم انه احنا للشعب هذي احنا شرحنا هذا الحكي صح اللي هو قضية ال position analysis وقلنا انه مننصف الخط الواصل بين اللي هو the two dead centers اللي هو the first end and the final end طبعا قلنا انه هذا الحكي بده يكون لمن للركر اللي احنا بنتعامل معاها this one خليني بس اعمل مرة ثانية share مش زابط معاي احنا قلنا بداية منحدد اللي هو output تبعنا من خلال output اللي هو منروح منعمل منصف للdistance اللي بده يتحركها اللي هو الركر سميناه هذا اللي هو منوخض منه output لانه بتحركش حركة دورانية كاملة اوكي وقلنا مننصف اللي هو ايش المسافة بيناتهم بعدين بنوخض الدائرة اللي بتقوم بعملية التنصيف لانها بده تمثل اللي هي ايش عندي this one اللي قلنا اللي جاي purple اوكي اللي راح تم نقلها الوين لموقع الكرانك لانه هي راح تمثل دائرة الكرانك بالنهائي يعني قديش المسافة اللي بيمشيها يمين وشمال اوكي وهذا طبعا راح يكون واضح هنا لاحظ انه نقلنا هاي اللي موجودة هنا الى هذا الموقع فبالتالي طبعا عملية نقل مباشر بمكن تستخدم بالفرجار زي ما قلنا الكيس اللي موجودة عندنا احنا بنتكلم graphical طبعا بما انه احنا اشتغلناها graphical طبعا it is easy انك انت عن طريق المثلفات انك تحولها لمعادلة رياضية وهذا اللي انا كنت اقصده من قضية النولي graphical مهم جدا حتى انك تستطيع تفهم الموضوع فبالتالي من خلال اللي هو المثلث المتساوي الساقين هذا بمكانك تطلع اللي هو نصف القاعدة تاعته واللي راح تمثل نصف القطر تاعمين اللي هو تاعة الكرانك فبالتالي الرسم لا او على الاقل sketch sketch يكون صحيح للموضوع هذا graphical sketch بيعطيني opportunity اني اقوم بالحسابات بالشكل المطلوب طبعا هذا الكرانك لاحظ انه في الموقع هذا اللي موجود عندي هون راح يكون لوين لالانيشال position لما بيكون بالجهة الثانية بيكون للفاينال position ورجينا هذا المحاضر الماضي بس مشان نذكر اللي هو في الموضوع هذا هذا اللي هو الشكل تاعة ال four bar mechanism اللي بيعطيني two position analysis اللي هو position number one للركر والposition number two للركر عندنا three bar او three position synthesis في هذا الموقع طبعا نفس الطريقة او نفس التكنيك اللي استخدمناها في two position راح نستخدمها هنا من نصف المسافات بس احنا عندنا هنا كم position عندنا ثلاثة three position is not two position فبالتالي الميكانيزم بتاعنا راح يختلف شوية راح تلاحظ طبعا برضو هنا راح نصف اللي هو ال end points هذه مثلا سميناها EF EF position one position two position three من نصفهم الان اصبح عندي اللي هو هذا الموقع الثاني فبالتالي حضرت النقطة البعيدة بدهروكر وحضرت النقطة القريبة بدهروكر لذلك كذا نظام بحاجة لأيه external driver اوكي external driver كدا ياد انو حرك منظومك كل هذا مثلا اول واحد وهذا اياش الثاني لاحظ انو الحركة تاعت هذا اللي موجود هنا اللي هو بالرد والcolor والصيان color الموشن تاعتهم ذير موشن اللي هو for the three position it is gonna be controlled by external rotation واضح جدا انو الاطوال تاعتهم اللي موجودة عندي هنا اللي هي اه يعني جاية طويلة بحيث انو موصب روببلي انو ما راح يكون في عندي اللي هو اي واحد منهم بعمل full revolution اللي ما بحقق فلذلك احنا بحاجة لأكستيرنال اللي هو اياش external driver وهيو وضعناه هنا احنا طبعا من هنا هاينا جمعناهم واصبح عندي اللي هو الشكل العام بهذا الطريقة لاحظ انو وضعناه اللي هو فور بار ميكانيزم زي ما احنا حكينا سابقا انو عندي هذا الفور بار ميكانيزم this is link two link three اللي مسمي الكابلر لاحظ اللي هو اللي كان يحتوي على اي ون في ال position هذا مثلا هو برضو جزء من اياش من الفور بار ميكانيزم اللي هو بمثل driver اللي هو مسمي الدياد اوكي ام انيميشن لال three position system نورجيكم اياه هذا لاحظ انو بمر فيهم كلهم انو easy manner طبعا اثناء عملية ال rotation هذا بعمل في ال rotation الكرانك اللي هو الدياد اوكي بتحرككم من اياش من اللي هو الثلاث نقاط قلنا طبعا هذا الكلام من ناحية تطبيقية وعملية مهم جدا قد يكون عندي في كل من هذول ال positions بالدعم ال process مختلفة فبالتالي بحتاج انو عندي اياش انو الجسم او اللي هو الميكانيزم تاعي يتوقف ولو هنايها عند تلك النقطة حتى انو اقوم في اياش في الجوب اللازم الو او اللي هو ال process اللازم الو اه بعض الملاحبات اللي هو specifying fixed pivots previous method allow fixed pivots to come out in the wash okay جوز احنا ايجس انو انا اذا استعرضتو المحاضر الماضي بس ما في مانع اللي هو انو قاعد اثناء عملية الحركة is washing the positions يعني زي كانوا بمسح لهم ايش بعملية مسحهم often we have limits on possible locations of fixed air pivots وين التثبيت تاعدتم ايجزامبلز اللي احنا شفناهم قبل شويه اللي هو السال اللي وكان التو position والثري بوزيشن okay show a graphical method to choose the fixed pivots and synthesize suitable three position linkage يعني احنا هنا في الموقع هذا لما دخلنا حددنا اللي هو position تاعمين اللي هو الفيكست pivot تاع الصيان لينك اللي هو روكر وهذا برضو اللي هو ال red لينك اللي هو ايش برضو انا ذا الروكر اثناء عملية الحركة والارجح الناتجة عنده وراني اللي هو ال external driver طبعا في عندنا منظومة احنا منسميها quick return mechanism شو يعني quick return mechanism طبعا في شيء non quick return mechanism اللي احنا عملنا قبل شوي هذا اللي احنا شفناه والquick return mechanism انه احنا عندنا الفول revolution اللي هي 360 درجة للكرانك هنا تنقسم لجزئين جزء بكون رايح فيه لل maximum position والجزء الثاني بكون راجع فيه من maximum position لل initial position فبالتالي from initial to the final اللي هو باخذ نصف الدورة تبعة المحرك والعودة من maximum position لا اللي هو ال initial position باخذ النصف الثاني طبعا احنا بشكل عام اوكي الماكنة it will make it is process او الجوب تبعها while it is moving forward ما ابثلي على ذلك اللي هي المكشطة بتاعة المشاغل الهندسية اللي بتروح بتعمل تسوي لمين للمعادن يعني بتصير عندك بلوك معدني بدك تمسح السطح وتعملوا متوازن اوكي فبالتالي بتستخدم اللي هو ايش المكشطة هذه المكشطة هذه بتستخدم ما يسمى بالquick return mechanism four bar mechanism اوكي راح نشوفه كمان شوي اوكي الان شو اللي بصير في عملية اللي هو الquick return mechanism انو ال power delivered في حالة ال power delivery انو بكون عندي الزاوية اللي بيدور فيها الكرانك اللي هي بسموها الكرانك انجلز بنسميها الكرانك انجل بتكونش مية وثمانين بتكون اكثر من مية وثمانين مشان ايش مشان يكون عندي جزء كبير من ال power راح في ايش to perform the job والهدف منها انو to increase the efficiency تعمين تاع الماكنة تاعتي او الميكانزم اوكي to increase the efficiency تاع الميكانزم فبالتالي ما بيكون عندي اللي هو رحلة الذهاب ورحلة العودة بنفس اللي هو ايش بنفس الكرانك انجلز يعني بكونش مية وثمانين مية وثمانين لا فبنيجي شو اللي بنعمله بنقول والله انا بدي اكون ال power delivered بثلثين او ثلاثة ارباع اللي هو ايش الدورة فبالتالي بكون ال efficiency عندي عالية اوكي فبالتالي بدل ما استخدم ماتور كبير باستخدم ماتور ايش اصغر شوي ليه لانو انا ال power اللي انا بدي اعملها delivery للميكانزم تبعي باخذها من ثلاثة ارباع الدورة وليس من نصف الدورة فبالتالي زاد عندي ربع خمسة وعشرين بالمية من ال power تاعمين تاع الماتور زاد عندي خمسة وعشرين بالمية من ال power تاع الماتور اللي هو من ناحية تقسيمه الى ايش الى crank angles طبعا والنسبة بتكون بحسب الكرانك انجلز في رحلة الذهاب ورحلة العودة quick criterion اللي هو ايش العودة سريعة انه كون عودته ايش سريعة طبعا الاكزامبل على هذا الحكي اللي هو اللي احنا شفناهم قبل شوي اللي هي البروسيجر اللي انا حكيته معا حكينا لكم اياه بشكل ايش بشكل سريع اللي هو حكيناه بشكل اللي هو بشكل سريع طيب لما بدنا نيجي نعمل quick criterion mechanism طبعا بقول اللي هو البروسيجر تاعه رح نشوفه كمان يعني بشكل عملي من خلال السلايدات بقول طبعا الخطوة الاولى draw link اللي هو O4B in both extreme positions in any convenient location such that the desired angle of motion theta4 is subtended شو يعني هذا الحكي يعني باجي زي ما عملنا قبل شوي في الروكر هذا المحترم بحط اللي هو two air positions the extreme position initial and final بعدين بقول calculate alpha beta delta using equations 3 1 3 2 in the example اللي هو ايش 1160 200 و delta اللي هي ايش 20 رح نشوف المعادلة كمان شوي هيا هون هاي المعادلة تاعتنا موجودة في هذا الموقع دويسي هيا عندنا الفة زائد بيتا بيساوي 360 delta بتساوي 180 ناقص الفة ناقص طبعا الabsolute value اللي هم ناقص 180 ناقص بيتا فبالتالي اصبح عندي اللي ويش دلتا معلومة الفة وبيتا وعندنا اشي منسميه اللي هو الريشو الريتيرن ريشو تي آر الريتيرن ريشو اللي هي الفة اوفر بيتا الفة اوفر بيتا طبعا بالنسبة للميكانزم تبعنا هذا زي ما احنا شايفين هاي واحد عندنا هون طبعا هذا اللي ويش هذا schematic diagram او free body diagram هذا اللينكس وضعناهم مشان نورجي الحركة تاعتهم اللي هو في ايش في اي ومن ثم اللي هو الفنشت اللي هو في بي طيب في الوضع اللي موجود عندنا هنا لاحظ الفة الانجل الفة ديس ون هيها اوكي الانجل بيتا اللي هي راح تكون اكبر مشان ايش بدنا اياها اللي هي تعطيني اللي ويش مور باور وي نيد مور باور الدلتا انجل اللي هي جاي بين اللي هم ايش بي ون وبي تو اللي هم ايش ال end points او ال extreme points اذا بدك تسميهم بهذا الطريقة كويس طيب مشان نشوف اللي هو خطوات الحل الان شو كان الكيس الاولى انه انا ارسم ايش اول خطوة او فور بي ون و او فور بي تو او فور بي ون و او فور بي تو مشان اعرف وين المواقع تاعدتهم البداية والنهاية لانه هذول بمثلولي ايش الجوب اللي بدي لماكنة تبعته تقوم فيه والله انا عندي مكشطة مثلا بدها تتحرك اللي هو المسافة تاعدت البد تبعها اللي هو المسافة من من بي ون ل بي إياها مثلاً سبعين صانتي فبالتالي بأخذ المسافة هذه سبعين صانتي وبكون أنا حددت convenient center طبعاً واحد بيقول لي arbitrary ويأخذها على الورقة ياس arbitrary لأنك أنت بعدك أول أول قطعة بالميكانزم بدك تعملها والبقية شو بيصيروا؟ بيصيروا يتبعوا الاختيار تبعك الأول طبعاً هذا بالنهاية بيمثل الفريم تاع الماكنة لاحظوا أنه هو O4 راح يمثل والO2 راح يمثله لفريم تاع الماكنة بالنهاية بعد ما تخلص الشكل تاعك تصير تحسب المساء أو تطلع اللي هو الـ distances هذول مشان تحسب حجم air اللي هو البوكس اللي بدك تحطه غسالة بدك تحط مثلاً مجفف ملابس وطفر اللي انت بدك تحطه فيه ممكن يكون عجانة الميكانزم بتاعها فبالتالي بدها إيش دائماً بتكون؟ بتكون داخل اللي هو صندوق يعني هي جايفة إلها كيسنج بنسميها اللي هو إيش بيت الميكانزم انت ما بتشوفه بتشوف الشكل الخارجي البلاستيك تبعه أوكي؟ فحتى إنك تحدد هذا الحجم بتكون انتير بعد ما إنك تحدد الحجم اللي هو إيش تاع اللي هو نقاط التثبيت تاع نقاط التثبيت لان المرحلة نقطة 2 بقول كالكوليت ألفة بيتا دلتا من إيش من المعادلات عرفنا هذولا إيش الزوايا اللي إحنا بدنا إياهم ليه لأنه هنا إحنا بنعمل اللي هو إيش منحدد والله يقديش أنا بدي اللي هو قيم الزوايا أوكي؟ قيم الزوايا بطلع من خلالهم دلتا أوكي؟ لأنه باجي بقول والله أنا بدي اللي هو كريتير الميكانيزم بتاعي يكون اللي هو البيتا تبعته بديه إيش يكون اللي هو إيش بقيمه معينة وبالتالي بحدد هذا الحك أوكي؟ بعد ذلك منقول draw a construction line through B1 at any convenient angle B1 أوكي؟ عندنا وين بإيش؟ B1 باجي برسم خط هذا حضرت This one طبعا قبل ما إنه إيش؟ أحدد O2 لأني بعدني ما حددت الآن لأنه بنا نحدد O2 الآن بنا نحدد وين موقع O2 أوكي؟ فالآن باجي برسم خط بهذا الشكل أوكي؟ اعملنا هذا الخط المحترم اللي موجود عندنا ومديناه ما منعرف أين ينتهي O2 بعدنا ما احنا عارفين اللوكيشن تاعها بكرر أوكي؟ طيب اعملنا هذا الخطوة بعدين منقول draw a construction line point B2 at an angle delta from the first line ممتاز لأن شو اللي منيجي منعمله عندي هذا ال line موجود هنا باجي بضع المنقلة بعد ما حسب الدلتا 2 الدلتا هذي بروح بعمل air line يمر في B2 وبزاوية قيمتها air دلتا يعني بعمل line أوكي؟ يعمل زاوية دلتا من اللاين الأول اللي أنا عملته أوكي؟ بشرط إنه هذا اللاين يمر وين؟ في B2 يمر في وين؟ في B2 طبعا العملية سهلة ما عندك مشكلة أوكي؟ الان بمكانك تعمل تعمل زاوية أصلا عنده النقطة مين؟ عنده زي ما تعلمت بالرسم الهندسي بنعمل اللي هو إيش؟ line اللي هو بزاوية دلتا يعمل مع مين؟ اللي هو الخط B1 وامتداد دولة أين؟ لأي 1 مثلا أوكي؟ طبعا زي برد أكد A1 مش معروفة وA2 مش معروفة صفار لما بعمل الخط هذا بعديها بروح بعمله line بحيث يمر وين؟ في B2 بنعمل عن طريق انزلاق المثلثات زي ما تعلمنا بالرسم الهندسي فمنيجي بنعمل المثلث تاعنا هنا أوكي؟ الآن مجرد ما إنه مر الخط عملت الانزلاق تاع المثلثات ومر الخط في إيش؟ في B2 الآن نقطة تقاطع مع الخط اللي مار في B1 It is O2 رح يكون اللوكيشن تاع مين؟ تاع O2 لاحظ هو label the intersection of two construction lines بعطيني مين؟ O2 أوكي؟ the line O2 O4 now defines the ground link يعني بيمثل إيش؟ اللي هو الخط الواصل ما بين O2 و O4 هو بيمثل عندي لground أوكي؟ لأنه هذا ground وهذا إيش عندي؟ اللي هو ground طيب الآن من خلال حساب الزاوية و عملها على النقطة B ومن ثم نقل ال line parallel إلى هذا اللي هو اللي بيعمل زاوي دلتا لمن؟ لB2 أصبح عندي نقطة التقاطع اللي موجودة between the two lines it is O2 إذن شكل عندي مثلث الآن متساوي الساقين صح؟ الآن الارك تاعي هيو this one طبعا الخطوة اللي بعدها خلينا نشو sorry الخطوة اللي بعدها بقول calculate the length of the crank and coupler by measuring O2 B1 and O2 B2 and solve simultaneously المعادلة هذه الكبلر زايد الكرنك بساوي O2 B1 والكبلر ناقص الكرنك بساوي O2 B2 خلينا نشوف O2 B1 و O2 B2 مين هم وين O موجودة عندنا O B1 و O B2 هذول الاثنين هذول اللي موجودين عندي إذا منطلع عليهم لاحظ اللي وايش O2 A2 هايها موجودة وين هذه المسافة اللي هي ايش بتمثل عندي هنا اللي هي بتمثل السيغمت تاع الفرق اللي موجود بين ايش بين الاثنين هون طيب نرجع مرة ثانية لا المعادلة إذن عندنا الكابلر الكابلر مين هو اللينك رقم ثلاث اللي جاي بالوسط الكرنك اللي هو الدوار اللي هو رقم اثنين أوكي فالآن أنا بدأ طلع أطوالهم ما بعرف الطول تاعه فبالتالي بدأ أجي أطلع الأطوال تاعتهم فالطول الكابلر LC إذا حبيت تسميه LCP وهذا LCR بيساوي Air مجموح بيساوي O2 B1 O2 من النقطة هذه لB1 أوكي وبعدين عندنا الفرق بناتهم بيساوي O2 B2 اللي هو this one O2 لB2 O2 لB2 أوكي أو2 لB2 طيب الآن بما إنه إحنا حددنا هذا الحكي أوكي حددناهم هذول أوكي فبالتالي بإمكاننا نطلع زي ما قلت اللي هو القياسات تاعمين تاع الكابلر والكرنك طلعناهم اللي هو إيش Or you can construct a crank length by swinging an arc centered from O2 لB1 and cut the line اللي هو O2 B2 extended يعني إمكانك تعمله بطريقة ثانية إما بتحل المعادلة هذه عن طريق أخذ القياسات تاعون لاثنين هذول الأطوال أو Or الحالة الثانية اللي هو إيش اللي هو can construct crank length by swinging an arc centered at O2 from B1 يعني شو اللي منعمله هون منيجي منثبت الفرجار عند O2 منفتح في B1 بنعمل الارك هذا اللي هو B1 B1 prime الآن المسافة اللي موجودة عندي هنا إيش بتمثل O2 A2 أو O2 A2 الآن شو بقولي هون and cut the line اللي هو O2 B2 extended اللي هو extension تابعو label the intersection B1 prime the line B2 B1 prime is twice the crank length هذا المسافة اللي هي this one أوكي اللي موجودة عندنا هنا وين B2 هذه المسافة هذه بتمثل ايش O2 A2 مضروبة في اثنين وين O2 A2 هذه O2 A1 أو O2 A2 it is the same مضروبة في ايش في اثنين فبالتالي هذا بيمثل ضعف اللي هو ايش الكرانك بيمثل اللي هو ضعف لاحظ هنا شو بقول هنا اوكي intersection B1 is twice the crank length اوكي الكرانك length يعني ايش بيساوي ضعف نصف القطر ضعف نصف القطر يعني القطر تعمين تاع الكرانك اوكي bisect the line with bisect this line segment to measure اللي هو ايش length O2 A1 حتى انه نطلع نصف القطر بيمكانك تعمل تنصيف لمين للمسافة من B1 لB2 اوكي يعني عندنا طريقتين قلنا اما من حل المعادلة اللي هو الكبلر زائد الكرانك بعطيني اللي هو قيمة O2 B1 او الكبلر ناقص الكرانك بعطيني O2 BA B2 او الحالة الثانية بالرسم مباشرة بثبت على O2 بفتح الفرجار لB1 بعمل الارك تاعي بمد الخط تاع O2 B2 واللي هو بمثل عندي ايش O2 A2 لحد ما يتقاطع نقطة التقاطع من سميها B1 بعد ما اني اطلع المسافة من B2 لB1 برايم هذه المسافة تساوي ضعف اللي هو نصف القطر تاع الكرانك يعني يعني اللي هو قطر الكرانك قطر الكرانك فبالتالي باجي بافتح الفرجار بمقدار المسافة المنصفة اذا انا بدي شقيص خياسات بنصف الخط الواصل من B1 لB2 باخذ اللي هي المسافة هذه بثبت وين على O2 برسم الدائرة تاعة الكرانك this is my الكرانك بعد ذلك باجي باخذ الخط الواصل اللي موجود مع B1 وين بتقاطع مع الدائرة هذه هذا بكون اللي هو top أو extreme point تاعة من B بعدين باخذ اللي هو A2 اللي بتكون بالعكس البعد الآخر له فبالتالي وين بتقاطع مع الدائرة بكون اللي هو extreme point اللي هو الانيشيال وهذا الفاينل لاحظ انه نقاط التقاطع على الكرانك اللي موجودين عندي هنا نعمل زوم عليهم الزاوية عندي ايش هنا زي ما احنا ايش اخذناها بالبداية بيتا 2 وهذا عندي ايش اللي هي ألفا بشكل عام بيكون انت محدد من الله انا بدي من قيمة الpower delivered اللي هو بمقدار بيتا درجة فباجي بحدد من بداية اللي هو 270 درجة ومن ثم بيكون عندي اللي هو ايش 3 ارباع الpower رايحي في ايش في الشغل ربع منها فقط بروح في تحريك اللي هو ايش تحريك القطع الميكانيكية تحريك القطع الميكانيكية اللي موجود طبعا هذا بعد ما انه تم العمل هنا عليه الآن وضعنا اللي هو اللينكس هذور ربطناهم مع بعض زي ما احنا شايفين فهذا الكرانك اللي قاعد بيعمل دوران هذا اللي هو عندي الكبلر وعندنا اربعة اللي هو بمثل الركر اللي رايح جاي يمين وشمال يمنة وياسر يعني اللي هو within between P1 and P2 لاحظ اللي هو الزاوية اللي موجود اللي يتمثل الفرق ما بين ما بين اللي هي ألفا وبيتا اللي هي عندي كم بتساوي اللي قلنا عنها الدلتا آنجل طبعا لما بيكون عندنا link 2 and link 3 in alignment منسمي هذا position تاعهم في تلك اللحظة منسمي toggle position toggle position هذا ملازم الماكنة تبقى في وقت طويل لأنه منسميه structural position ليه لأنه بيشكل مثلث بتذكروا إن المثلث لو هذولا كانوا على نفس alignment ما في عندي إنيرشيا تخلي الماكنة تظهرها الدور مستمرة في الدوران عن طريق اللي هو الماتور بتلك المرحلة شو بيصير عندي بيصير عندي structural forces وبصير هذا يشتغل كترس وببطل يمشي بيصير له jamming شو jamming يعني خلص بتجمد ببطل يمشي أوكي بيبطل ايش يمشي طبعا في الكرانج في اللي هو الفور بار ميكانيزم العادي عندنا بالأصل لما بكون عندي اللي هو ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين في الفور بوزيشن وإيش بالإضافة لذلك في عندنا برضو another one another case طبعا بيعتمد حسب أطوال لما يكون عندي اربعة وثلاث زي ما عندي اثنين وثلاث فطبعا برد يشكل مثلث جديد فالآن هذول البوزيشن زي ما حكينا سابقا اللي هو تكسير اللي هو عملية تكسير الحجارة اللي هو الكسارات فقلنا احنا بنستخدم التوق البوزيشن هذا لأنه بعطيني amplification للفورس يعني منسميه هو الماكينات الميكانيكية اللي بتعمل بشكل ميكانيكي فقط فبالتالي بدون انه ما يكون عندي كهرباء فهذه بتعطيني اللي هو amplification لالفورس وقلنا انه قيمة الانرجي تبقى ثابت لأنه الانرجي هي وارك فبالتالي فورس في distance فبالتالي احنا ممكن نكبر الفورس على حساب مين على حساب distance وبتلك المرحلة بنحصل على قيمة فورس عالي على قيمة فورس عالي هذا شكل اللي هو ال quick return mechanism هذا طبعا الشaper منسميه أو planer الميكانزم اللي بيعمل عملية التدوير وين وضعينه احنا اللي هو somewhere in the middle هنا طبعا بهذا الشكل بعطيني opportunity مع slider انه يعطيني الحركة forward and backward طبعا ممكن يكون التصميم بهذا الطريقة أو يكون التصميم بهذا الطريقة as up to you بس احنا لانا ما اخذين crank slider اللي هو الكيس هذه فحتى انه يكون الوضع مناسب ومشان يكون عندي الماكنا نتيجي contained ضمن الفريم تبعها ما يكون حجمها كبير ان عمل بهذا الطريقة انه اصبح عندي اللي هو four bar mechanism عن طريق crank slider وخلينا اللي بعمل الدوران انه ال link هذا ما يعمل full rotation مشان نظل هذا عندي نوعا ما مستقيم ال link اللي هو رقم 5 واللي هو يعتبر link رقم 3 بالنسبة ل four bar mechanism تاعة crank slider فبالتالي اثناء عملية التدوير هنا الان بستخدم الدياد الخارجي هذا اللي هو four bar mechanism خارجي بدل ما استخدم اللي هو ال link اللي موجود عندي هون اللي هو بالاصل يعني يمكن نسمي link 2 بالنسبة ل crank slider حتى انه ابقي على ال alignment تاعة ال slider اثناء عملية قطع المعدن مشان ما احتاج بروسس جديدة اني اعمل alignment والقصص الصاذي انها تكون موجودة عندي بالنسبة ل السلايدر او اللي هي اللي بيحمل سكينة القطع اللي هي بيعمل كشط ل المعدن هذا طبعا ال quick return mechanism لاحظ انه اثناء عملية العودة كيف بترجع بشكل سريع جدا مرة ثانية لاحظ العودة forward بطيء العودة الان سريعة جدا لاحظ انه العودة تقريبا ربع ربع ل crank angle يعني تقريبا 90 درجة فقط وعندي 270 راحوا وين الميتين وسبعين الاخرى راحوا في power delivery اثناء عملية القطع لان لما بتقطع المعدن المعدن قاسي فبالتالي سكينة القطع بتكون ماشي الى الامام طبعا هذا غيض من فيض ليس بالضرورة هذا الحكي ممكن انه والله انا بتعمل نوع من العملية اللي هو شغلة بتقوم عملية الخلط فبالتالي باجي بعمل دفع الها الامام ومن ثم لما برجع لورا اللي هو بكون عندي resistances فبالتالي ببطر انه ايش انه يكون عندي اللي هو forward forces والpower انها تكون ايش اعلى عندنا ميكانزم اخر نورجيكم الان الساعة رح ورجي خلال هذا اللي هو المجموعة لسلايدات طبعا ميكانزم الار من نفس الموقع هذا جبت لكم هذه اللي هو الميكانزم طبعا لاحظ انه عندنا four bar ميكانزم موجود هنا وعندنا four bar ميكانزم موجود فوق موجود اللي هو عندي هذول موجودين هذا طبعا وضع ماكينة الخياطة ما عندك مشكلة في ذلك بس هو الهدف من العملية انه احنا عادة الرجل اللي يعني بحدا منكم عندهم ماكينات قديمة اللي كانت يعني فيها البيدل هذه تاعت الدواس هذه تاعت الرجل اوكي اللي بيشتغلوا فيها طبعا بدها مسافة لذلك حتى انه حرك كذا الحكي اوكي اللي هو الذراع تبعها فهي بحاجة اللي هو البدالة هذه اللي بتعوض مكان المتور اللي كانت اللي بنسميها خلينا نقول رجلية مش يدوية لانه تستخدم رجلك فيها في عملية التحريك فلهذا السبب اللي بيكون عندي اللي هو الميكانزم هذا الذراع حتى انه يسمح بعملية الحركة لمين لا الابرة طال عنازلة هذا طبعا نوعي اللي هو في الستيم انجن فال طبعا اللي هو بدخل الستيم وبعمل طبعا على التوربينة طبعا الستيم انجن هذا موجود عندنا اللي هو في محطات التوليد الكهربائية محطة الحسين الحرارية محطة العقبة الحرارية هذول لأنهم هم بمثل بسموه في الكهرباء أو هندسة الكهرباء بسموه البيزلود البيزلود اللي هو انه هذه المحطة بظلها شغالة ليلة نهار ما بتوقف إلا للصيانة إلا ما بتوقف إلا للصيانة طبعا والله أنا عندي مثلا البيزلود للأردن شو يعني البيزلود عندي مثلا كذا جيجاوات آور بدي إياهم كذا القيمة تاعتهم هذول بظلوا موجودين ليلة نهار بيولدهم طبعا بالنهار احنا لما المصانع تشتغل والناس تروح على المدارس وعلى الشغل بيرتفع اللي هو الديمان فشو روح منشغل احنا منروح منشغل الغاز تيربين الغازية اللي بتولد ويكون ركب عليها مواتير اللي هو كهرباء بحيث نتولد الكهرباء هذه فلذلك هذا طبعا بسيك شرح يعني زي ما بيقولوها مشان تعرف الايش الاستخدامات تاعة اللي هو الستيم باور بلانت واستخدام هذا الفالف يعني واحد من هذول الفالف بيكون عادة موجود عندنا في المنظومة تاعة التوليد الطاقة تاعة التوربينات هذا طبعا لاحظ اللي هو عندنا هنا انه السيستم اللي موجود عندي هنا الكرانك هذا قاعد بدور اللي هو نصف دورة طبعا بيكون الوديات بدناش نرسمه الهدف منه انه ايش نعطي اللي جاي بالأحمر هذي وعندنا تريسنج للنقطة اللي جاي وين بالأخضر طبعا لاحظ انه النقطة استطعنا نرسم خط مستقيم طبعا هذا ايش يعني عبارة عن path انا بدي path بالنقاط زي ما احنا شايفينا هنا طيب الشكل هذا اللي موجود فيه الانيميشن لاحظ انه النقاط متباعدة عند الاطراف في الوسط مين بيقول لي شو معنى هذا الحكيم ايش شباب دكتورو ممكن ان الحركة ابطأ بتكون احسنت الحركة ابطأ عند الاطراف سريعة جدا وين في المنتصف فانت اذا بدك تكون مصمم الحركة انه انا بدي velocity تكون في منطقة المنتصف بدي اخط مستقيم ولكن في منطقة المنتصف لسبب ما بروسس معينة بدي يكون هناك ايش يكون سريع اوكي يكون سريع فبالتالي بيبدأ بطء سريع جدا بطء برد يرجع مرة ثانية احسن راحة العودة بطء سريع ومن ثم بطيء وهلما جرى اوكي فلاحظ اللي هو ايش برضو تم تصميم هنا ايش ليس فقط اللي هو الباث تبعه ولكن تم تصميم السرعة والتسارع راح تلاحظ انه برضو في اختلاف في قضية السرعة والتسارع اوكي لانه احنا عندنا ايش بكون بتسارع من اللي هو نقطة البداية حتى الوسط بعديها بيبدأ ايش يتباطى اوكي وبالتالي هذا اللي هو ايش بعطيني اللي هو سرعة acceleration and deceleration طبعا هذا بكون بالتأكيد ممزوج في قوة الناتج من وين من الماتور اللي بدأ تكون موجودة عندي هنا فبالتالي احنا في المستقبل لما نيجي نحسب اللي هو الفورسز نيجي نحسب الفورسز باللينكس ومن خلالها منحسب اللي هو ايش بتغير الفورس بعطيني قيمة acceleration يعطيني قيمة acceleration لهذا سبب قلت لكم انه ايش جبنا هذا وخلينا مباشرة بعد ايش بعد acceleration جبنا بعد acceleration مشان يش تظل العملية كلهم متصلين مع بعضهم البعض هذه طبعا اذا حدا منكم شاف المركبة اللي تعت المريخ هذه اوكي اللي طبعا ام ثمن عجلات اثنين باثنين 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 اللي هو يعني اربع ازواج من العجلات موجودة فيها واللي كان اذا اجابوها يعني اكثر من مرة طبعا على ناشنال جيوغرافي اذا حدا منكم شاف اللي هي احيانا لما بتعطل واحد من العجلات ثم بتكمل بباقي العجلات ما عندها مشكلة يعني عندها ثمن عجلات معناته عنده ايش يعني بامكانها المركبة هذه لحالة تمشي في ايش في ثلاث عجلات اصلا اوكي الماء يعني المينموم اللي هو للعجلات فبالتالي عندها كم عجل سبير تقريبا خمسة مشان ايش لانه ما في حدا في المريخ لما تصل هناك يصلح لها العجل طبعا لاحظ الميكانيزم بتاعها كيف انها اير طبعا لما بتطلع على الصخور على الامور هذي كيف انها لحالة بتعمل توازن بحيث انه ما يكون في عندها اير اي اشكالية طبعا هذا برضو لاحظ كلهم فور بار ميكانيزم فور بار ميكانيزم فور بار ميكانيزم مجمعين مع بعضهم البعض بحيث انهم يعطوني اير سموث موشن و هاي فليكسابيليتي اليمين للحركة طبعا زي ما قلت يعني انت فقط ان شاء الله بعد ما تبدأ تتعلم تعمل الاناليسيز هذي وصير اللي هو تيكسبيريانس من خلال تبدأ تحلهم بشكل يعني بشكل كافي وعداد كافي رح تتكون وكون عندك هاي المهارة انك انت اير تبدأ تشكل مثل هذه الاجسام بكل سهولة او مثل هذه اير الميكانيزم بكل سهولة بدون اي مشاكل هذا نوعي طبعا هذا واضح جدا طبعا لاحظ اللينك اللي موجود عندي هون هذه عبارة عن زاوي تسعين درجة اللي موجود عندي هذا هذا هون هذا زاوي تسعين درجة لينك واحد وعندي لينك هون وعندي الكرانك هاي هون فبالتالي لينك اثنين اللي هو كله هذا جاي على شكل حرف ال وعند رقم اربعة اللي موجود هنا شو اللي اعطاني يا لو انا عملت الاستنشن هذا رح يعطيني خط مستقيم زي ما احنا شايفين هنا طبعا هذه النقطة اللي موجودة بتعطيني خط مستقيم لو انا خذت نقطة اقصر منها ما رح حصل على الخط المستقيم هذا اوكي لذلك احنا قلنا من البداية اوار ديزاين في الميكانزم it is length design كل مسافة كل طول معين يعني لو غيرت الاطوال تاع الروكر هذا او غيرت الطول تاع الروكر هذا اللي موجود هندي سري الكبلر هذا رح يعطيني حركة مختلفة تماما حركة ايه مختلفة تماما هذا نوعية اخرى من الحركة هذه بعض العجانات ترى اللي موجود بالسوق اذا حدا منكم طبعا هذا الميكانزم تاع اللي من تحت اللي انت مش شايف سواء العجان اللي موجود عندك في البيت او العجان اللي موجود بالمخبز كيف طال عنازلة اللي تقوم في عملية تقليب العجيم او انواع من الخلط وطفر الخلاطات تذه برضو في بعض الانواع منها تشتغل بهذا الطريقة هذا نوعية اخرى اللي هو اللي بتكون في المصانع الكيمويات اوكي والله انا كل فترة معينة بدي كمية من ايش من مادة اكس تنخلط مع مادة واي فبالتالي هذا من سميع اللي هو ميكانزم بيشتغل على نفس هذا النظام اللي موجود هون هو موجود عندنا في السيارات موجود في الطائرات اللي هو اوكي ايش بدك كمان زي ما قلنا في المصانع اللي هي بيكون فيها كيمويات وعمليات الخلط والامور هذي كلها هذي موجودة هنا موجودة مثل ايش مثل هذه الانظمة طبعا لاحظ كامة البروفايل تاعها وكيف هي قاعدة بتفتح اللي هو الملف الفالب تبعنا هنا الاوبنين لاحظ بيسمح بالايش بالكيمويات تمر من وين من هذا الموقع اوكي خلينا ممكن اني ارسم شغلي هيك على السريع something like this هاي بلاش اللون هذا خلنا نستخدم اللون الاسود مثلا اوكي راح يمر الفلويد هون لاحظ بس يفتح هي طلع like this نفس القصة هون هاي بدر ايش يطلع من هون فبالتالي يعطيني الفلو اللي هو ايش لما هذا يصير له opening ارتفع لوين لفوق طيب نشوف اللي بعده هذا برضو من اجملهم الميكانزم لاحظ اللي هو ايش عبارة عن ميكانزم اللي بتذكر ال ميكانزم هذه طبعا بعض الاحيان بعض الماكينات اللي بتروح تقطع مثلا اللي بيعملوا تشكيل للخشب اللي هو بيعطيك اشكال حلزونية وما الى ذلك كيف بيعمل اللي هو الشكل الحلزوني من خلال اللي هو الماكينات هذه لاحظ انه بيكون عبارة عن ميكانزم بعد العالمين على الاطوال بيعطيك الشكل الحلزوني أو بعض المصانع مثلا اذا حدا منكم اللي هم بسموهم ريس كارز هذولا اللي بيكون ايش بيعطيك تراك الها زي اللي هو سكة من ثاعات الاطفال يلعب عليها كيف بتم تصنيعها فهذه طبعا من ضمن الماكينات اذا كانت تعمل عن طريق الحفر كيف اللي هي ايش بتم عملية التصميم تبعها طبعا هيك احنا منكون اللي هو انهينا اللي هو تشابتر اللي هو الاجرافيكال وارجينا خلال هذا التشابتر بس اللي هو نستعيد الذكريات سويا على السريع احنا وياكم شو اشتغلنا اوكي تعرفنا على الديفنيشن تاعي السينثيس اللي هو انواع اللي هو قلنا حكينا عن الجزري ميكانيزم اللي هو كان حكينا عن حكينا حكينا اللي كان اللي هو ايش الفيلم ميكانيزم اللي هو في الالات التصوير القديمة حكينا عن الموشن جينيريشن لثري بوزيشن سيستم وارجينا كيف اللي هو التعامل معهم واتكلمنا عن اللي هو وقلنا انه كل شغلنا خلال المادة هذه هو عبارة عن اطوال اللي هو بالنسبة لدري ديجري وفريدم عندنا اللي هو الجراش وف كونديشن ترانس فورميشن لاحظ لما يجيك اي يعني كثير من الاحيان الطلاب لما بيجي بالامتحان بقول له معناته بدك تجيب لي وبدك تعمل تشك على مين على اللي هو اربع شغلات وبدك تعمل تشك على وتشوف وتورجين وقيم عليهم وبدك تورج اللي هو المناطق اللي بيصير فيها ما بين الكرانك والكبلر او الكبلر والروكر اوكي اللي هم لينك اثنين ولينك ثلاث متى بيصير ان الان ولينك ثلاث ولينك اربعة متى بيصير بيناتهم الان طبعا وحكينا عن الباب الخلفي او التيل تيل تيل البوابة الخلفية طبعا هذه ترانسميشن انجل كيف حسابها هذا طبعا استعرضنا بشكل كامل اوكي استعرضنا ل وحكينا عن انه قضية اللي هو الوكيشنز هذه بحيث انه مر فيها المنظومة وشفنا الانيميشن تاعها اختيار البيوتز اوكي واللي هي طبعا بتتم عن طريق اللي هو الاكستريم الالي أنا بدي الماكنة تشتغل فيهم اوكي هذا طبعا كان شرحنا بالتفصيل اللي هو البروسيجر تاع تاع الشغل تاعه حكينا عن اللي هو حساب اللي هو عن طريق المعادلات او عن طريق اللي هو الگرافيكس انك انت تضع الفرجار عند او تو تفتحه باتجاه بي وان تعمل الارك تاعك بعدين تعمل اللي هو تاع بي تو اللي ما رفيه اللي هو بيكون بيعمل زاوي دلتا مع بي وان وبالتالي المسافة اللي بيقطعها بيعمل انترسكشن فيها المسافة ما بين بي تو و بي وان برايم تعطيني ضعف نصف القطر تاع من تاع الكرانك تعطيني ضعف نصف القطر تاع الكرانك وقلنا الكويك ريتيرن ميكانيزم بشكل عام عندنا الهدف منه ايه؟ الهدف من الكويك ريتيرن ميكانيزم انه احنا الpower delivery او تنرفع الافيشنسي تاعت الماكنة بحيث انه كون معدل الفائد من الpower اعلى من ايه؟ اعلى من اللي هو تحريك فقط الماكنة ورجوعها الى اللي هو الانيشيال تاعها طبعا ورجينا اللي هو الكرانك شيبر كويك ريتيرن ميكانيزم ومجموعة من الميكانيزم اللي بتعطيني سواء كان شيب سواء بتعطيني فانكشن او مجموعة منهم اللي شفناهم بتعطيني فانكشن او بتعطيني باث او بتعطيني ايه؟ موشن فبالتالي طلعنا على عدة اللي هو كان مع نهاية المحاضرة اللي هو تقريبا ثماني سلايدز اللي هو different types of examples اللي هي تغطي يعني العديد من التطبيقات العلمية والعملية في حياتي المهندس في حياة المهندس طبعا الطلاب يقولوا دكتور صورنا ثماني احنا طبعا انا اللي همو هذا انا ما اخذهم من المؤلف الكتاب اوكي فبالتالي اللي هو حسب ترتيب المؤلف اوكي احنا ماشيين يعني ماشيين بس احنا منوخذ الاشياء اللي احنا حاطينها بالسيليباس شو اللي احنا طالبينه او اللي احنا بدنا نغطيه من الكتاب هم اللي اللي احنا قاعدين منغطيهم اوكي طبعا الكورس بندنتا هم راح تلقاه موجود عندك وين في الكتاب اوكي فطبعا المحاضرة القادمة راح نبدأ بالحديث عن اللي هو قضية استخدام الكمبيوتر في العمل يعني يجب ان يكون الاساسيات عندك اللي هي مثل قضايا البروغرامنج باستخدام الماتلاب الامور هذي تكون يعني يعني واستخدام الاكسل شيت تكون زي الالفابت بتاعتك لانو احنا راح نستخدم مثل هذه الاشياء وراح يكون في عندنا بعض الهوموركس او قد يكون اللي هو البروجيكت الخاص بيك تحتاج انك تورجيني اللي هو الاناليسز يعني مش معقول انت تيجي تحل المسألة الى ثلاثمئة وستين درجة تعمل لسامبل ثلاثمئة وستين مرة فبالتالي انت بحاجة لكل بدك تورجيني الماكنة مشان تستطيع انك توصف الحركة تاعته توصف الحركة تاعته كثير من الاحيان قد نحتاج انه نزيد الاطوال زي ما شفنا قبل شوي بالميكانيزم زي قلت لكم لو انه الميكانيزم هذا اللي كان يعطيني خط مستقيم وقاعد بتسارع وبتباطى لو كان في موقع اللي هو اختخذنا موقع اخر هل راح يعطيني خط مستقيم ولا لا اوكي بالتأكيد ما راح يعطيني نفس الخط المستقيم هذا ولا نفس البروفايل تابعه فكيف بدي اعرف بروح بغير الاطوال هذي وبخليه كل مرة يعمل بعدها بصل لشكل الاقرب شكل اله هناك ببدأ اعمل شو يعني اعدل بشكل بسيط جدا مشان احصل على البروفايل تاع الموشن اللي انا ببحث عنه البروفايل تاع الموشن اللي انا ببحث عنه دكتور بمكان نحصل على البروفايل بشكل مباشر عن طريق نخلي اللينك تاع اللينك يكون اللي بدنا نرسم منه يكون مجهول ونطلع القيم بتاعته نعم بس بدك برضو كثير من الاحيان تكون المعادلات اللي موجودة عندك ليست معادلات خطية اوكي اللي هو الالجبرك اكويشن بقصد فيها ما بتكون اش خطية فبالتالي كيف بدك تحلها بدك تحلها باستخدام الكمبيوتر ونماريكل وبالتالي وينيد اللي هو انه كون انك تكون سكيلفول في هايش في هذه الجزائية اوكي طبعا الكمبيوتر راح نتكلم عن اللي هو الفور بار ميكانيزم فايف بار ميكانيزم سيكس بار ميكانيزم سلايدر وطبعا في عندنا اللي هو البرو انجينيرين وفي اللي هو مثلا البرو انجينيرين سوفتوير اللي هو الان بيسموه كريو متعارف عليه بين الان اللي هو بعد اعتقد بعد الالفين وخمسطعش هيك شي بلش سموه بدل ما يسموه اللي هو برو انجينيرين صاروا يسموه اللي هو كريو اوكي طبعا البرو انجينيرين اللي هو بعطيك برضو ميكانيزم اناليسيز فيه حقيقة مجهول بعمل ميكانيزم اناليسيز انا استخدمته سابقا واما احيانا كثيرة من خلال الطلاب اللي بكونوا معنا في تطبيقات في التصميم يشتغلوا على هذا الحكي اوكي يشتغلوا على هذا الكلام واللي هو يقوموا بعملية التصميم للميكانيزم تاع عمل الماكنة لانه بكون عندهم اكثر من بروسس منها اللي بل اضافة لذلك اللي هو الماشين ديزاين من ناحية الباور كل هذه الامور بتكون بيشتغلوا فيها. عندك برصة ارضوا بعض الصوفتوير مثل ماتكاد ماتلاب تي كي اس سولفر تي كي اس سولفر هو اصلا بي جي سي دي مع الكتاب اذا كنت اشتريت الكتاب من طبعا الكتاب متوفر في مركز بيع الكتب في الجامعة الاردنية انصح انك انت تقتني الكتاب لانه البي دي اف فايل اللي موجود عندنا قديم اللي هو فيرجين تو طبعا هو معمول عبارة عن ايش كتاب تم فرطه وعمل الي ايش اسكان اله يعني احنا اتقسقص هذا الكتاب ومن ثم اعملنا له اسكانيك بس مشان يعش ساعد او يتبق مساعدة الطلاب في اللي هو في استخدام الكتاب اللي ما يعني ما عندهوش قدرة يشتري او كذا بس هو الكتاب حقيقة يعني اه اه قيم اه انك انت ايش تشتري وكون معاه زي ما قلنا تي كي اس سولفر واللي هو طبعا بيكون عادة بيشتغل على الماتلاب او على ماتكاد او بيكون فورتران يعني اصلا بعرفش اذا بتعرفوا اللغة اللي هي فورتران اللي هي شبيهة اللي هي البيز تاعها اللي هو سي بلس 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 اوكي بس الواجهة تاعتها مختلفة شوي زي الماتلاب الماتلاب ارض بصل برضو اللي هو ايش الباكجراوند تاعه تاع الكالكوليشنز اللي هي ايش سي بلس بلس طبعا رح نتكلم برضو عن اللي هو ايش البيور ترانسليشن بيور روتيشن الكمبليكس موشن كلهم هذولا رح نبدأ ايش نتكلم عنهم في قضايا اللي هو ايش البيوزيشن اناليسيز طبعا المحاضرة القادمة ان شاء الله رح نبدأ بالفيكتور كالكوليشنز او الفيكتور اناليسيز نبدأ من لينك ومن ثم نبدأ نجمع اللينكس هذولا طبعا لابسط نموذج عندنا في الماشينز اللي هو الميكانيزم اللي هو ايش الفور بار ميكانيزم بتلك المرحلة بنبدأ ايش نتعامل معهم از فيكتوريال كوانتيتيز زي ما كنت تتعامل معهم في الستاتيكس وتتعامل معهم في ايش في الديناميكس طبعا الجزء الاول البيوزيشن كله رح يكون مراجعة على الستاتيكس بعدها طبعا رح تلاحظ انه هنا رح نستخدم طريقة شبيهة بالستاتيكس بدل اللي هو الديناميكس عن طريق اللي هو ايش عن طريق الجنريشن الموشن اكويشنز اوكي الموشن اكويشن نستخدم الفيكتور تاع البوزيشن اناليسز ومنبدأ من طبعا منحاول نشتغل عليه بالرياضيات ما منشتغل عليه بعد ذلك بالفيكتورز ولكن نتعامل مع الرياضيات تعت الفيكتورز اوكي يعني ما منقوم في قضايا الرسم تاعته لا لما نيجي للفيلوسطي اللي هو الشابتر اللي بعد هذا مباشر ان شاء الله اوكي شو رح يصير عندنا اللي هي فيها من نعمة العمليات الاشتقاق بالاضافة لذلك في عندنا جزئية متعلقة بالرسم اللي هي انه الانستنت سنتر او ما يسمى بالانستنتينيس سنتر المفروض انه هذا التوبك انه غطي على الاقل في ايش يعني لانه هو يغطى في اول شابترز موجود في وين في الديناميكا يعني اول اثنين ثلاثة شابترز بيكون عندك اللي هيش تغطى هذا التوبك اللي هو تاع الانستنت سنتر او الانستنتينيس سنتر هناك بس هنا رح نعيد على هذا الموضوع لانه بدنا نطبقه على لينك وليس على رجد بادي ثلاثية الابعاد رح نطبقه على لينك ثنائية الابعاد فبتلك المرحلة رح يكون نوعا ما فيه اللي هيش ابسط شوي اوكي بهذا القدر الكفائي لهذا اليوم اوكي ايو تفضل لا دكتور بس كنت اقول لك انه انتهى وقت المحاضرة اه هو انتهى انا معرف انا عندي الساعة اصلا نحطها قدامي اوكي انتهى الوقت بالنسبة للمحاضرة نشوفكم ان شاء الله اللي هو يعني نلتقي ان شاء الله اللي هو المحاضرة القادمة هوبفولين نشوفكم يعني تنتهي هاي الجائحة ونشوفكم فيس تو فيس يعني وجاهة